السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بجميع المشاهدين وجميع المتتبعين وجميع الناس الجدود اللي يدخلوا اول مرة كانتمنى ان شاء الله ما تكونش اخر مرة كانتمنى تتبعوني دائما ويعجبكم المحتوى ديالي وكانشكر جميع المتتبعين اللي كيتبعوني دائما وكيخليوا لي تعالق جميلة التعالق يعني واحد الشيء اللي هو كيخليني دائما كنتشجع ونعطي وصفات جميلة ونعطي اطباق ونعطي يعني كل حاجة يعني كتعجبني في هاد الحياة لا بالنسبة اكل ولا غير الاكل يعني غدي نشاركها معكم واليوم غنشارك معكم هالطبق الرائع ديال الحوت في الفرن تابعوا معايا غدي نشوفوا اش منه غدي نستعملوا بالنسبة للسماك اللي غدي نحتاجه هو هاد السماك هاد هو نوع من الاسماك الغضروفية هاد السماك هاد يعني كيكون عندو واحد المينقار هو اسميتو ابو المينقار كيف ما كتشوفو كيكون هكا طويل على هاد الشكل هاد هانتم ما بغيتش النقيه قلت حتى تشوفو الصورة ليالو هو كيف ما قلت لكم من الاسماك الغضروفية وكيكون هكا طويل بهاد الشكل هاد يعني حتى تشوفوه هاد غدي ندوز النقيه وكيكون عندو هاد المينقار هكا طويل حال هكا كيف ما تشوفو على هاد شي اسميتو ابو المينقار ولكن هو راه فيه انواع يعني هاد الشيء الوحيد اللي ما نقدرش نفيدكم فيه يعني هاد النوع كيكون فيه بزاف كينواحد نعم شوك بزاف يعني هو بالنسبة البنين بنين بزاف يعني كنت جبته ودرتو في الفران وكيجي رائع ولكن المشكل الواحد هو دك الشوك فيه بزاف هاد راه ما فيه ش الشوك بزاف فيه يعني شوية ولكن ماشي بزاف يعني كيف ما كتشوفو ده بادزد ونقيتو بعد ما شتو الصورة ليالو قبل ما ننقيه فاش كننقيها كيكون يعني كنحيد لغرس ديالو ضروري ويتنقى مزيان ونخليه يقطر وهنا غادي ندوز ونحضر يعني غادي نجيب بطاطا على هات الشكل هدي كتكون شوية طويلة يعني باش يصلح ليان ننقطع هاد وائر هكا غادي ندوز عليها كاملة غادي نقطع هاد وائر وغادي ندير هات تفور في الكسكاس انا ده بارض ديت البرماء وعلى ما يغليلي الماء انا مني كندير الماء في البرماء كندير فيه وحط ريف ديال الحامض باش ما تكحالش ليه وصافي وهنا كنستمر كنقطع البطاطا ديالي كاملة هكا دوائر وكندر لها مليحة غادي ندر لها هكا مليحة وغادي نخلطها مزيان مزيان يعني باش يعني هيفاش كنديرول هاد المليحة كنديروها في الكسكاس كزا ده اطلق ديك المو كتجي ساعم تكتب و لكن كتجي ساعم توزوينا هنا غا نجيب الربيع بالنسبة للربيع غادي ناخد القصبور انا هكا فرقتهم خلفتهم باش يجيوا يعني مفروزين هاد القصبور وهذا المعدنوس هنوركم هاد المعدنوس وغادي ناخد واحد جوج عريشات ديال الكرافس جوج عريشات فقط وماشي كبارين يعني راكم ما كتشوفو يعني شوية سافي غا ندوز نقرض هاد الربيع كامل غادي ندوز علي هكا نقطعوه وغادي نديرو في المهراز وغا ندير عليهم اللي حاو نضقوه سافي غير بحال هكا نحاولو نقطعوه مزيان يجي ارقيق هانا ساليتو دا نبقى غير هكا نقطع هكا نحاول بحال كان زيد نرقوه صافي يعني وغندوز ندقو ورجع معاكم هانتم كيف ما كتشوفو بعد ما دقيتو زدت هنا واحد درس ديال توما يلا كان درس كيبيبر شوية باركا يلا كان صغيور كنديرو جويجات يلا كان في حالة يلا كان صغيور هنا كان عاودو نصحو الدقب شوية ديال الملحة غير شوية مشي بزاف لان راهنا دقينا الربيع بالملحة هنا كان دير شوية ديال اللي بزار الاسود يعني ضروري من اللي بزار وهنا شوية ديال الكامون يعني بالنسبة لشرمولة على احساب يلا كانت كتيرا كان كتمشي العطرية على حسب شرمولة يذكر الربيع يلا كان كتير هنا يعني درت شو مية الحلوة او تحميرا وكان دير واحد المعلقة ديال ديال ماطيشة ديال الحك وكان نضيف هنا شوية ديال زيد العود صافي ونخلط هاد شي كامل هاكا كان نخلط هاد شي كامل نخلطه مزيان يعني الطريقة سهلة ما كان شاشي شي حاجة اللي هي صعيبة وكان جيب هنا شوية ديال الحامض وكان عسره ايه هكا هادي نحيد هاد العظيم طاحلية هنا صافي وكان نخلط هنا مزيان وكان جيب الحوت ونبدأ هاكدا كنشرملو وباش غادي نخليها علاجة عنا بياه يعني يشرب ايشرب انها هاديك شرمولة اللي وجدنا غندز علي هاكا كامل وانا كنفتح له هادا كتالي ديالو يعني ماشي غير اللول كان نكبر شوية الفتحة باش كندير فيها هاديك شرمولة وكيشرب مزيان لان منك يشرب كيجيب هنا نحنا خسنا نخليوه يشرب هادا شرمولة يعني ماشي في البلاسة غنشرملوه وندخلوه الفران كنستمر هاكا حتى كنساليه ونخليها علاجانب كيشرب هادا ساليتو دابا كيف ما كتشوفوه نخليه وهاد الشرمولة غادي نحتاجها هانتم غادي تشوفوني فين غادي نستعملها نزيد هنالا بغيت شوية ديال الشرمولة من الفوق يعني باش كي يخد حقهم زيان من الشرمولة وكيجيبنين هنغنجيب ماطيشا ووحد الفلفل احمره ووحد الفلفل اخضره يعني هاد ماطيشا غادي نصوب بها لصوس والفلفل الاحمر والاخضر غادي تشوفوه يعني فين غادي نوجده غادي نحك هاد ماطيشا غادي ننقيها من الزرها ونحكها كيف ما كتشوفوه وغادي ندوز ندير لها شوية ديال العطرية حتى هي اه كندير شوية ديال الشومية الحلوه وهنا درت الكامون اه يعني كان وخا كان ديرو من الشرمولة كان صحو الدق احنا ليبزار درت هنا شوية ديال ليبزار يعني على حساب يعني ليبزار ليبغي يكتر يكتر ليبغي يرغيه شوية ديال ليبزار وبيانسوه غادي نزيد شوية من هاد شرمولة لان شرمولة بوحدها ما كتكفيناش يعني داروني كنزيدو ذاك شوية ديال العطرية باش كنسحو الدق ديال اي عنصر كنستعملوه في ذاك شرمولة وهنا غادي نجيب واحد معلقة صغيرة عامرة ديال ماطيشا ديال الحك ايه وغادي نخلط هاد شي مزيان وغادي نخلطه مزيان وغادي نجيب واحد الكسرولة فاش غادي نطيب اربحالها كالطريقة سهلة غينت اكدوم هاديك ماطيشا يعني راها خلطناها مزيان هاديك ماطيشا ديال الحك ايه صافي وهنا غادينا نضيف شوية ديال زيت العود يعني بإمكانكم تخليوا حساب ديروها في الكسرولة وعدفو زيت العود ما كان حتى مشكل غيانا استمرت هكك يعني كنستعمل كل شي تمه وعاد غادي نخوي هاد شي هنا في هاد الكسرولة وغادي نضيها الطيب هاد لاصوس يعني تم كتجيزوينة بزاف كتوتها مع الحوت صافي وغادي نردها الطيب خليها الطيب على خاطرها وها هي الطابس دابة كيف ما كتشوفو صافي مبعد ما طابت ها هو البخار باقي يعني طالع وكنجيب هاد المول هادا وكنخوي هادي كلاسوس بحال هكا هي اللولا احنا غادي ندوز البطاطا اللي نبعد ما وجدات غادي نخويها من الكسرولة نديرها هكا في شيئانية باش غا ندوز حتى هي ندير لها التوابيل احنا باقة سخونة كيف ما اشتو هاد خويتها من الكسرولة ندوز ندلها شوية ديال شوية شوية من كتر شوية ديال البزار وشوية ديال الكامون وشوية ديال تحميرا ماشي بزاف ها انتم كيف ما كتشوفو يعني هندوز علا كل شي غي شوية شوية وغادي ندير من هاديك الشرولة ضروري هاديك الشرولة غا ندروها لكل شي يعني كل حاجة غنعطوها حقها من هاديك شرمولة وغنطيف شوية ديال الملحة من كتروش لان راني فورتها بالملحة كيف ما شفتو معايا وتبعتو معايا صافي ونخلط مزيان نخلطها كباش كدما انه من التوابيل كلها وصلت لكل طريف ديال البطاطا يعني تكون وصلت يعني كل طريف كياخد حقه من ها التوابيل وغنجيب هنا ونبدأ نستف هنا كينا طريقة واحدة اخرى اللي بغيتو تديرو بطاطا هي اللولة وعد تخوي عليها لاصوس راح مكين حتى مشكل يعني الاختيار را كيب قاليكم انا هنا غادي ندوز غادي نستفد بطاطا انا اعليش خليتها بطاطا من الفوق يعني فاش كتدخل الفران وكتكون هي من الفوق ما بغطوصهش في لاصوس بززاف يعني ماشي فوق منها لاصوس هكذا كتعطي واحد يعني شا نقول لكم كتطيب من الفوق وكتدير واحد القشرة كتدير واحد القشرة وكتجي معلك وكتجي زوينا نستمر غير هكا كان نستفها هنتم شوفو قعمة يعني متعجنت ليا هذيك بطاطا لانا درت لها المليحة وطلقات لموجات سامتة سافي هنا هذك الحوت أبو المنقار كيكون يعني ترقد هذيك شرمولة على خاطره وكنجيبوه هكا انو بدن نستفست وكيبغيتو او قطعوه وكنجيب هنا هذيك الفلفل يعني الحمرة والخضرة وكنقطعهم هكذا واردرتهم من الفوق وكنجيب هنا شوية ديال شرمولة اللي بقتلية سافي هذي هذا الاخر ديال شرمولة وكنزيدو من الفوق هكا يعني باش جينا حتى هي بنينة سافي وكنقطع هكا نزيدو واحد للحرة يعني اختيارية في الوسط هكا وكنقطع هكا نصف دائرة من الحامض وكنستفهم سافي وغادي ندخلهم الفران ندخلهم الفران ومنين غادي وجدو ان شاء الله غادي تشوفو معايا طبق واجد لا بغيتو يعني تغطي وغطي وراماكين حتى شي مشكلة بعد ما كنخرجو الطبق ديالنمال الفرن كيجي على هات الشكل هادا يعني الطبق ديال الحوت ابو المنقار كيجي يزوين بزاف اهني اللي بغيتو تغطيوه كيفما قلت لكم غطيوه بالبابي المينيوم كيوجد ضغية في اسرع وقت وكيجي بنين والديد ان شاء الله نتلقوا في فيديو قادم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة